في مشهد هو الأول من نوعه مئة وجه جديد وصلوا إلى قبة البرلمان من بينهم رجال أعمال ومتقاعدون عسكريون وللمرة الأولى في تاريخه يسجل الأردن أدنى نسبة مشاركة بلغت الثلاثين في المئة تقريبا فما هي الأسباب جهة الكورونا أثرت على انتخابات أقل من 28 أو 27% من المجلس الأخير عادة لقبة البرلمان مرة ثانية وهذا قد تكون هي طريقة محاسبة الناخبين لممثلهم هناك جيل جديد من الشباب دخل ليحق له التصويت وعادة فئة الشباب هي الفئات الأكثر عزوفة عن مسألة المشاركة السياسية دوائر البدو كانت الأكثر اقتراعا فيما كان ناصيب دائرة الحيتان في عمان الأقل على الرغم من ازدحامها بمرشحين ذوي ثقل ومن خلفيات حزبية اليسار فشل فشلا ذريعا وتراجع حضور الإسلاميين الحزاب السياسي لم تقدم قيادات شابة وجديدة على مدار العشرين عام الماضية كررت نفس الأسماء لم تقدم الجديد في برامجها أيضا والأهم أن الأحزاب السياسية بتناثرها وتعدادها الذي يصل إلى ثمانية واربعين حزب لم تجعل الخيارات سهلة أمام المواطن الأردني حتى يتجه إلى الأحزاب السياسية تيار المدني تراجع إلى صفر اليسار تراجع إلى صفر الإسلاميين حزب جمهة المسلامي من أربعة عشر إلى عشر الوسط الإسلامي من اتناعش إلى خمسة وما تبقى من الأحزاب كحزب زبزم من ستة إلى صفر وباقي الأحزاب أصبحت بمعظمها خارج البرلمان حضور المرأة شهد انتكاسة تمثلت في عدم فوزها بالتنافس وحضرت بخمسة عشر مقعدا ضمن الكوت المخصصة لها رحل مجلس نواب بما له وما عليه وحلت وجوه جديدة لتفتح صفحة جديدة في الحياة البرلمانية في ظل حكومة ولدت حديثا شخصيات برلمانية تقليدية وازنة خرجت من المشهد السياسي والعشائرية أطاحت بالأحزاب السياسية لان شاهين عمان أعلم يا دين اشتركوا في القناة